أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة الكواليس والأخبار اللي بالتأكيد ده كل السادة المشاهدين بينتظروها معانا بشكل يومي في برنامج التريند يمكن مباراة الأهل أوكلاند سيتي النهاردة مباراة صعبة جدا البعض ممكن يعتقد أنها مباراة سهلة ولكن لا المباراة صعبة لأن فريق أوكلاند سيتي لو تيجي تبص للقايمة الرسمية بتاعته لا فريق قوي وعنده عناصر محترفة على أعلى مستوى يمكن النهاردة الاتحاد الدولي فيفا نشر بشكل رسمي قيمة الأهل وقيمة الأوكلاند سيتي طبعا أنا أتكلم معكم يمكن ذي بعض اللقاطات الخاصة بالأجواء المتعلقة بأجواء ملعب بطنجة اللي يستطيع في النهاردة مباراة الافتتاح ما بين الأهل وأوكلاند سيتي يمكن ملعب كبير ملعب عنلاق طبعا زي ما نشايفين بحثة فريق النادي الأهل بمغرد ما وصلت تطنجة بالأمس أول حاجة فكروا فيها يوصلوا بسرعة ويشوفوا ملعب المباراة ويزوروا الملعب ويبصوا على أرضية الملعب والجهاز الفني يتفقد المنشآت الموجودة في الملعب أرضية الملعب غرف خلع الملابس كل الأمور اللوجستية اللي ممكن يعني محتاج تتعرف عليها قبل مباراة بكرة عارفين كمان أن في الرولز والترتيبات الخاصة بالبطولة ما فيش تدريبات على ملعب المباراة اللي هتصطدي في المباراة البطولة ولكن لك الحق أن انت تنزل وتعمل جولة وتمشي على أرضية الملعب وده اللي حصل مباراة للأهل أو حتى لأوكلاند سيتيو ده نكم يا هيل لقطات الجهاز الفني نزل في أرضية الملعب ويمكن طبعا فيه إشادة كبيرة جدا بأرضية ملعب تنجة على فكرة المغرب بتتميز دايما بجودة أرضية الملعب وده شيء يعني لفت للنظر وده شيء يحسب بالتأكيد للأشقاء في المغرب وده شيء بيسعدنا احنا كمان أن فيه دولة عربية شقيقة يمكن عندها هذه الإمكانيات والبنية التحتية المتميزة ففيه إشادة بشكل كبير والجهاز الفني يمكن سعيد بالأجواء اللي موجودة في المغرب حاليا وإن شاء الله بإذن الله ده ينعكس بشكل إيجابي على مباراة اليوم طيب وانا بتكلم على المباراة النهاردة انتوا لو تبصوا على فريق أوكلاند سيتي أوكلاند سيتي عنده تلتة محترفين في القيمة بتاعته النهائية اللي الفيفا أعلنها منذ قليل من خلال موقعه الرسمي يمكن عنده تلتة محترفين اللاعب خط الوسط جيرار جارسيا هو طبعا من أسبانيا وده لاعب خط وسط مهاجم فيه منتخب أو فيه فريق أوكلاند سيتي كمان عندهم رأس حربة والمهاجم الأساسي لأوكلاند سيتي من الأرجنتين اسمه تيد إيمليانو مهاجم أرجنتيني بيقود فريق أوكلاند سيتي وهيكون موجود النهاردة بالتأكيد في مباراة الأهلي تبصوا كمان على خط الوسط المدافع عندهم لعب ياباني اسمه تيدا تاكايا ده لعب خط وسط من اليابان دول التلت محترفين بس اللي موجودين في قيمة فريق أوكلاند سيتي اللي تم الألان عنها بشكل رسمي من الاتحاد الدولي منذ قليل إن الفيفا أعلن بشكل رسمي خلاص قوائم الأندية اللي هتشارك في البطولة وتحديدا الأهلي أوكلاند سيتي اللي لسه الوداد والسياتل الأمريكي عندهم يعني آخر معادلة تسجيل بكرة المباراة بتاعتهم في الدوري التالي هتبقى يوم 4 فبراير السبت اللي جاي في آخر معادلة تسجيل هتكون بكرة الخميس وبعد يوم الخميس الفيفا هيعلن كمان قيمة الوداد الرياضي المغربي وقيمة سياتل الأمريكي بطل الكونكاكاف لكن المتاح إنه تم إعلان قيمة الأهلي وتم إعلان قيمة أوكلاند سيتي أوكلاند سيتي زي ما قلتلكم فيها 20 لاعب من نيوزيلندا لكن فيها 3 محترفين لاعب أسباني مهاجم أرجنتيني ولاعب خط وسط من اليابان المدير الفني من نيوزيلندا ولكن مدرب حراس المرمى من إسبانيا ده بالنسبة لفريق أوكلاند سيتي قيمة الأهلي تم الإعلان عنها أيضا من الفيفا والقيمة فيها 23 لاعب أبرز المستبعادين طبعا من القيمة النهائية يمكن أيمن أشرف مصطفى مخلوف برونو سافيو محمد كريستو وكمان المهاجم شادي حسين دمكم على الشاشة يمكن دي القيمة المختصرة للنادي الأهلي دي قيمة 23 لاعب تبقى للمعلن على الاتحاد الدولي فيفا دي القيمة النهائية اللي الأهلي هيخد بيها منافسات كأس العالم للأندية وبالمناسبة تقدمكم الأسماء بالأرقام يعني محمد الشناوي رقم واحد خالد عبد الفتاح رقم اتنين محمود متولي هيكون رقم أربعة رمي ربيعة خمسة ياسر إبراهيم ستة محمود عبد المنعم قهربة رقم سبعة حمد فتحي رقم تمانية أحمد عبد القادر رقم تسعة محمد شريف رقم عشرة مروان عاطية رقم تلتاشر حسين الشحات رقم أربعة وقاليو ديانج رقم خمستاشر نروح كمان لحارس المرمى علي لطفي رقم ستاشر عمر السلية رقم سبعتاشر محمد مجدي أفشة رقم تسعة عالي معلول رقم واحد وعشرين بيرسي تاو رقم تلاتة وعشرين محمد عبد المنعم المدافع رقم أربعة وعشرين طاهر محمد طاهر رقم سبعة وعشرين محمد هاني رقم تلاتين حمزة علاء حارس المرمى رقم تلاتة وتلاتين محمد فخري لاعب خط وسط الأهلي رقم أربعة وتلاتين ومحمد أشرف الظهير الأيصر الشاب رقم أربعين دي القائمة النهائية والرسمية للنادي الأهلي اللي تم تسجيلها والإعلان علىها بشكل رسمي من الاتحاد الدولي لقرة القدم ممكن بالمناسبة أكثر لاعبي النادي الأهلي في القائمة طولا هو محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ثلاث أجانب بس اللي موجودين في القائمة النهائية معلول وديانج وبيرستاو بالمقابل أيضا كمان في ثلاث محترفين زي ما قلت في أوكلاند سيتي من أسبانيا والأرجنتين واليابان طيب دي الأمور المتعلقة بقيمة كل فريق والتحضير لمباراة النهاردة